بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين الكرام ايرب تكونوا بخير و كويسين و بصحة جيدة معكم مصطفى قناة يوتيوب اللي في اسمعنا الاول مرة و عجب الفيديو ما ينساش اشترك حب اعرفكم في قناة ثانية اسمع يوتيوب ما عرفه القناتين بنزل فيهم موضوعات و وضعيات ادماجية و انشاءات اشتركوا و دعمنا باشتراكك و تفايلك للجرس اليوم التعبير عن الاخلاص اشتركوا عن الاخلاص او انشاء عن الاخلاص عندي العناصر كتابة العناصر قبل كتابة الموضوع اكتب العناصر اذا تريدوا العناصر انا كتبتها رقم واحد مقدمة و رقم اثنان اهمية الاخلاص في القول و الفعل رقم ثلاثة دعوة الدين الاسلامي الى الاخلاص رقم اربعة نصائح او نصيحة رقم خمسة خاتمة دول العناصر مقدمة تعبير مقدمة و عرض و خاتم العرض رقم اثنان و ثلاثة و اربعة عرض ندخل كده على الموضوع مقدمة اطرق بياض اي موضوع تعبير اطرق بياض الاخلاص هو اخلاص العبادة التي يقوم بها الانسان اه و ان تكون خالصة لوجه الله عز وجل و خالية من الريع او ثناء من الناس و يقول الامام علي الاخلاص في متأفاضل الناس اه كده المقدمة ممكن تعرف للموضوع او لمحة عن الموضوع او ممكن استشهد في المقدمة انا جعلتها تعريف للموضوع واستشهدت ايضا بقول الامام علي الاخلاص شيمة افاضل الناس المقدمة تكون قصيرة من سطر لثلاث اسطر لا تزيد عن ثلاث اسطر ادخل كده على العرض اطرق بياض الاخلاص علاقة بين العبد و ربه وتعتبر شرطا اساسيا لقبول العبادات وهي طريق السعادة واخلاص العمال اصل الدين وهي طريق السعادة هنا في فصلة واخلاص واخلاص الاعمال اصل الدين هنا وتاج العمل واخلاص الاعمال اصل الدين وهو عنوان الوقار ولا يتم امر ولا تحصل بركة الا بصلاح القصد والنية ولقد دعا هدخل كده على العنصر انا ذكرت العنصر الثاني اهمية الاخلاص اهمية الاخلاص هنا اهمية الاخلاص وندخل كده على العنصر الثالث دعوة الدين الاسلامي الى الاخلاص ولقد دعانا او دعانا الدين الاسلامي ولقد دعا الدين الاسلامي الى الاخلاص فقد امر الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليفضل الصلاة والسلام بالاخلاص في اكثر من اية ويقول الله عز وجل فاعبدوا الله مخلصا له الدين ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فاعبدوا الله مخلصا له الدين هناك اية اخرى ايضا وما امروا الا ليعبدوا الله الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فصلاح العمل من صلاح النية وصلاح النية من صلاح القلب والإنسان المخلص يعمل على رفعة المجتمع وترابط تقوية العلاقات ويحبه الناس عادة ما تشعر النفس بالسعادة والراحة عادة ما تشعر النفس بالسعادة والراحة والرضى إذا قدم إليها مدح عادة ما تشعر النفس بالسعادة والراحة والرضى إذا قدم إليها مدح فما بالك إذا كان امتداحك بسبب إخلاصك في أقوالك وأفعالك وبعدك عن الريع فعليك بخلاص النية كده نصيحة فعليك بنصائح فعليك بخلاص النية لله في كل الأمور قصد رضاه تعالى للفوز بجنته في الآخرة وجهاد النفس وتسكيرها دائما بوجهات النفس وتسكيرها دائما بأن عملها لا يقبل إلا بالإخلاص وجهات النفس وتسكيرها دائما بأن عملها لا يقبل إلا بالإخلاص الخاتمة أطرق بياد الخاتمة كده قصيرة سطرين الإخلاص أمانة ومن أرصة الفضائل وثمرة العبادات فعلينا جميعا الإخلاص في أقوالنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا الخاتمة ماذا كتبت في الخاتمة؟ يعني كده خلاصة للموضوع وجعلتها برضو أيضا نصيحة الخاتمة مثل المقدمة لا تزيد عن سلسطور من سطر لسلسطور الإخلاص أمانة ومن أفسط الفضائل وثمرة العبادات فعلينا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا يا رب الفيديو يعجبكم كتبنا تعبير مقدمة وعرض وخاتمة التزمنا باللي إحنا كتبينه والعناصر اللي إحنا كتبينه التزمنا بما هو مكتوب يعني رقم واحد مقدمة كتبنا مقدمة وكتبنا عن أهمية الإخلاص ودعوة دين الإسلامي للإخلاص وكتبنا بعض النصائح وفي الآخر الخاتمة مقدمة وعرض وخاتمة نلتزم بعلامات كمان نلتزم بعلامات الترقيم هي علامات الوقف الفاصلات والنقطة عند القول نضع نقطين فوق بعض وعند المقولة أو الحديث شريف أو بيت شعري أو الحكمة نضع المزدوجان نفتحها بعد ما ننتهي من المقولة نغلقها في الآخر نغلق المزدوجان أشكركم على حسن الت someah واترككم في رعاية الله وهفزة كانت معكم من صفا قناة يوتيوب لا تنسوا الاشتراك في القناتين قناة يوتيوب وقناة يوتيوب معرفة يمكنكم اصول القناة الثانية قناة يوتيوب معرفة كنتجري pul bị導ات فتحوا هذه القناة هاتج coarse أسفل الفيديوها ممكن تكتفوا في البحث اكتفوا في الوتيوب أو اشتركوا في البحث عشان توصل لك كل محتوى القناتين فضلا وليس أمرا لا تنسوا اللايك و كومنت حلو للقناة اثبت وجودك و كومنت حلو في القناة مع السلامة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة شكرا